موسيقى ياهلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج خليج العرب ما هو واقع الكتابة والقراءة وحركة النشر في دول مجلس التعاون الخليجي هل بالفعل تسبب الرخاء النفطي بالابتعاد عن القراءة والاكتفاء بما يبث في شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من محتوى غلب عليه الضعف والسطحية هل استطاع بريق تويتر وانستجرام وسناب شات في التغطية على جمال اللغة العربية وعلى سحر البيان الذي تميزت به أمة الضاد فغابت الكتابة وقل النشر أم أن الجيل الشاب من الناشرين والمؤلفين في دول الخليج استطاعوا أن يعبروا كل هذه التحديات ويؤسسوا لثقافة راسخة وعميقة لا تتضاءل وتصمد أمام أعاصير القشور والسطحية هذه التساؤلات برزت من جديد مع افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب الأسبوع الماضي والذي عقدت دورته الحادية والثلاثين تحت شعار العلم نور بحضور 430 ناشرا في فعالية ثقافية هي الأولى من نوعها عربيا وخليجيا خلال العام الجديد تم عقدها رغم أزمة فايروس كورونا وتداعياتها الاجتماعية والثقافية فكيف هو حال الكتاب والمؤلفين في دول الخليج وكيف تأثرت حركة التأليف بالأزمة الصحية الإجابة على هذه التساؤلات نستضيف كل منه الأستاذة عائشة الكواري المؤلفة والناشرة والرئيس التنفيذي لدار روزة للنشر في قطر حياة شاء الله دكتورة يا مرحبا ومعنا أيضا الدكتور أحمد الحيدر المؤلف ومؤسس وشريك في دار نشر بلاتيني يوم بوك للنشر والتوزيع في دولة الكويت حياكم الله جميع الله قبل الخوض في الموضوع نتابع هذا التقرير حول واقع الكتاب في دول الخليج العربي ثم نعود يستعيد أنفاسه شيئا فشيئا بعد أن أغلقت دور الطباعة والنشر بسبب الجائحة مع بداية توفر اللقاحات وظاهرة التعايش مع الفيروس عادت المعارض الدولية للكتاب في دول الخليج إلى سالف نشطها آخرها معرض الكتاب الدولي بالدوحة سبقته بأشهر قليلة معارض دولية مماثلة في كل من أبو ظبي والرياض والشارقة والكويت تراجعت حركة النشر والإصدارات خلال الجائحة بالرغم من تزايد الإقبال على الكتاب والقراءة بسبب ظروف الحجر الصحي والإغلاق الشامل فحركة النشر في دول الخليج تأقلمت مع الثورة الرقمية ووسائل التكنولوجيا الحديثة وأتاحت للقراء الخليجيين عددا هائلا من الكتب على المنصات الرقمية كما تعد هذه الدول قطاع صناعة الكتاب والنشر في المنطقة مهما يستقطب مؤلفات محلية وعربية وعالمية ويخلق تعاونا تجاريا بين دور النشر والمؤلفين في المنطقة إلى جانب ذلك ترصد الحكومات الخليجية جوائز قيمة للكتاب والمؤلفين كما تقدم دعما ماليا كبيرا لحركة الترجمة ومراكز البحث والدراسات قانونيا سنت هذه الدول تشريعات لحماية حقوق التأليف وألغى بعضها الرقابة المسبقة على النشر كما هو الحال في السعودية إلى جانب تعديل قانون المطبوعات والنشر والإعلام بتخفيف العقوبات من السجن إلى غرامة مالية كما حدث في الكويت فهل هذا كاف لحركة النشر والتأليف أم أن الكاتب الخليجي يحتاج إلى حريات أكثر ليقدم إصدارات تتلاءم مع ما ينتظره القارئ سيدة عايشة واقع الكتاب والمؤلفين ودور النشر في دول المجلس التعاون كان في جدل كثير حتى قبل أزمة كورونا الوضع الحالي في هذا الملف القبال على القراءة زياد حركة النشر التأثر في الأزمات دائما هذا السؤال يطرح نفسه دائما يزداد هذا السؤال وهذه الاستفسارات مع افتتاح أي تظاهرة ثقافية ومعارض الكتب لكن دائما معارض الكتب تكون هي الفيصل في الإجابة على مثل هذه التساؤلات اليوم نحن في معارض الكتب ونشهد الإقبال الكبير على اقتناء الكتب خاصة الكتب الورقية منها الكتب الجديدة منها والإصدارات الحديثة الجميع يعني يتهافت على مثلا الحصول على نسخ من الإصدارات الجديدة خاصة للمؤلفين حتى المؤلفين الجدد هذا الدليل على أن ما زال هناك سوق رائجة للقراءة ما زالت صناعة النشر وهي أيضا صناعة جديدة عندنا في كثير من دول الخليج العربي لها رواج لها شعبية ومدام هناك مؤلفين لديهم الرقبة في الكتابة هناك قراءة لديهم الرقبة في القراءة واقتناء هذه الأصدارات فهي بالتالي يعني يمشون في خط متوازي يعني ما دام هناك في قراء هناك في كتاب فالعملية مستمرة بإذن الله نعم دكتور عبد الحيدر يعني أنت مؤسس وشريك في بلاتينيوم بوك وهي يعني دار نشر يعني أحدثت فارغ كبير في الكويت ودول الخليج لأنها كانت تعتبر يعني أول دار نشر شبابية كنا نشوف في المعارض يعني أقبال الشباب عليها بعد أن كنا لفترة طويلة نشوف يعني الشباب ما يقبلون بشكل لافت الآن يعني وأنت أسستوا لهذا العمل هل تواجهون تحديات معينة مثلا يعني سيادة شبكات التواصل انشغال الشباب يعني بالقشور والسطحية كما يقال كورونا هل بالفعل كورونا أثرت على يعني أنا لا أتكلم عن حركة البيع فقط بس حركة النشر وتطورها وتنوحها جميل بداية أشكرك على هذه المقدمة الجميلة بالنسبة لحركة النشر في الخليج وتحديدا مع فئة الشباب كما تفضلت في بلاتينيان بوكان هدفنا منذ اليوم الأول التركيز على فئة الشباب ذلك الهدف جاء من منطلق رؤيتنا لما نريد أن نحققه في هذه الشركة الناشئة حينها كنا نتكلم عن تحويل المجتمع من مجتمع لا يقرأ إلى مجتمع يقرأ عن تغيير أمة عن تغيير مستقبل عن وضع يختلف من اليوم الذي أسسنا فيه الدار إلى ما هو عليه اليوم بعد حوالي 15 عام من التأسيس و بفضل الله حققنا هذا الأمر جزئيا لم نكن باحثين لم نكن دارسين للوضع بشكل مناسب بشكل مستفيض كما يتخيل الكثيرون لأننا كنا طلبا و صغار في السن و لكننا كان يغلب علينا الحماس و بالتالي خضنا التجربة بدون دراسة معمقة و لكن مع ملاحظاتنا كان السؤال الأول الذي طرحناه على أنفسنا لماذا لا يقرأ الشباب حتى نجيب على هذا السؤال علينا أن نبحث مطولا و علينا أن نجتهد كثيرا و إن كنا غير أكاديميين و بحوثنا غير علمية و غير متقنة و جدنا بعض العوامل التي تنفر الشباب من عملية القراءة مثلا مسألة التقليدية مسألة خيار كتب معينة أمهات الكتب أو كتاب كبار مسألة إخراج الكتب بطريقة معينة ألوان الغلاف حتى شكل الديكور شكل الجناح كانت المساء التقليدية رتيبة جدا لا يمكن في عصر التكنولوجيا و في عصر التقدم و في عصر الألوان الجميلة التي يراها الشاب و الفتاة في هذه الأيام أن نأتيهم بشيء تقليدي قديم و نجبرهم على قراءته و إلا أنتم لستم قراءة فمن هذا المنطلق بدأنا و بفضل الله أحدثنا جزء من ثورة التغيير التي حصلت و نرى نتاج إسجال الإيجابية اليوم من خلال تكرار تجربة لدى العديد من الدور الزميلة ممتاز أستاذ عايشة الدكتور أحمد تكلم عن أن هناك تكنولوجيا لازم نستغل لكن التكنولوجيا أيضا و خصوصا ظهور الإنترنت و قبل الناس على القراءة عبر الشاشات هل خلق تحدي لكم؟ خصوصا أننا صارنا أكثر من خمسة عشرين نتكلم عن انتهاء الورق على الأقل في الصحافة هل هذا الأمر صعب من التحديات؟ و شون واجهته مثل هذه التحديات؟ يعني أنا أعتبره هو تحدي افتراضي يعني على أرض الواقع هو مش موجود يعني ما زال هناك أقبال كبير على اقتناء الكتاب الورقي نحن نقول أن يفضلون الكتب الالكترونية هي فئة جدا قليلة هي ليست الأقلبية الأقلبية هي تحتاج الكتب الورقية فسوق الورق في صناعة النشر ما زال موجود و ما أعتقد أنه دخل مرحلة التحدي أو المقامرة بالنسبة لنا لكن يعني إجابة على التساؤل التي طرحتها وجود شبكات ومنصات الإلكترونية إذا كانت هي تصنع التحدي أنا أقول هي تخلق الصراحة المؤلفين الجدد يعني كثير من الناس بدأوا من هذه المنصات نحن كناشرين كان علينا عبء البحث من بين هذه المنصات عن مؤلفين جدد نحن نستقطبهم عندنا في دور النشر و نحولهم من مستخدمين فقط لمنصات تواصل اجتماعي إلى مؤلفين نعم دكتور أحمد أنت تكلمت عن دور النشر في ارتقاب بالمواضيع و بالمضمون و رقي المجتمع لكن بالنهاية هو سوق عرض و طلب و دور النشر يجب أن تبيه حتى تربع و شفنا قبل فترة وجود كم يعني واضح من الكتب يعني اللي لا يمكن أنها تكون كتب يعني فيها عبارات إباحية فيها عبارات حتى المؤلف يتكلم أحيانا بالعامية و شفنا قبال بعض الغبال عليهم شفنا صفوف طويلة من الشباب يوقعون لهم الكتب شنو دور دور النشر الشبابية يعني في ضبط عملية جودة الانتاج و النشر في دول مجلس التعاون خليجي الآن هذه مسألة شائكة في الإعلام عموما أستاذ دهم و ليس فقط في عالم الكتب حتى في التلفزيون حتى في الصحافة حتى في الراديو أو في أي وسيلة إعلامية مختلفة هناك دائما صراع بين الإعلام و المجتمع هل يجب أن يخضع الإعلام لما يريده المجتمع أم يجب أن يرتقي بالمجتمع إلى ما يريده المسؤولين عن وسائل الإعلام و كذلك الحال ينطبق على الناشرين الناشر دائما في صراع هل يجب أن أنزل إلى مستوى القارئ إن صحت التسمية بالنزول أم يجب أن نرتقي به إلى مستوى أرفع أنا شخصيا شخصيا أؤمن أنك يجب أن تمزج بين ما يريده القارئ و ما تريد أن تصل إليه في رسالتك بمعنى لا تكون رتيبا تقليديا و تجبر القارئ عن نوع معين من الكتب و إلا أنت لست بقارئ و في نفس الوقت لا يمكنك أن تنزل إلى سلم الدنيا و تطلب من الناس أن ينزلوا معك إلى السلم الدنيا من مستوى القراءة لأن الكثير من القراءة سيتضاقيقون من هذه المسألة و سيعتبرون أن ما تقدمه أدب غير رفيع و أدب متدني و خلافة سيدة عائشة الكواريو و أنت على تماث مع الجمهور بالمعارض من دار روزا للنشر و أيضا على تماث مع المؤلفين هل التحدي الذي تكلم عنه الدكتور هل هو تحدي سهل؟ بعدين الكاتب في الخليج دائما يعاب على الكاتب في الخليج أنه ما يطرق المواضيع العميقة في مجتمع و يحاول ما سميها حالة هرب لكن يركز على قضايا مثلا على غير تماث في واقعه هل بالفعل هذا النقب دقيق؟ قبل أن أجاوبك على هذا السؤال لأنني أعتقد أن كل دار نشر عندها سياسة خاصة فيها يعني بالتالي أنت لما تأخذ جولة في معارض الكتاب و تدور على دور النشر تحصل كل دار نشر لها سبقة خاصة هناك دور نشر تفتح المجال بمصراعية لأنواع الكتب فتحصل فيها الكتاب الراقي فكريا و الكتاب المتدني الصراحة لكن هناك دور نشر تحافظ على مستوى معين على حسب سياستها يعني مثل ما ذكرت هو سوق وعرض وطلب و في النهاية يعني هذه الدار النشر هي تعتبر شركة في النهاية يعني الهدف الأول هو هدف ربحي و طبعا هناك أهداف وهي نشر المعرفة والاستثمار المعرفي و هذا كلنا متفقين عليه لكن يعني موضوع مثل موضوع يعني احترام الذائقة العامة هاي أيضا دور النشر ترى يعني في النهاية أنا كناشرة يعني أحط المعايير هذه الأساسية في شروط النشر يعني إذا كنت أنا حريصة عليها و هناك ناشرين طبعا ما عندهم هذه المعايير واضحة بالنسبة للكتاب يعني هل الكتاب يحرب ولا هذا خلنا نترك الموضوع لأن يعني شوي فيه يعني مشاكل كبيرة في هذا الموضوع شاهدين قبل أن نتابع حديثنا عن واقع الكتاب و مستقبل و الذي فيه الخليجين نتابع هذا العرض حول حركة التاليف و النشر في دول مجلس التعاون الخليجي ترجمة نانسي قنقر دكتور أحمد يعني هذا السؤال بصراحة يعني يعني محوري دائما يعني في الغالب اللي عم نشوف الكتاب في الخليج ما يطرقون المواضيع العميقة اللي يتعانيها مجتمعاتهم و يحاولون يعني أنهم يركزون على مواضيع ربما تكون خارج يطار الاهتمام يعني بين قوسين الشعبي ليش برايك؟ يا أستاذ الفاضل كيف تريد من الكاتب أن يكتب وهو يعاني من ألف مقص رقيب فوق رأسه مقص رقابات الحكومة في كل دولة هناك جهة رقابية تفرض على الكاتب ما يمكنه كتابته و ما لا يمكنه كتابته و للأسف المعايير التي تضعها هذه الرقابات مطاطة غير واضحة غير دقيقة بمعنى كلمة مثل التعدي على الذات الإلهية كلمة مثل التعدي على ثوابت المجتمع من يحدد هذه الثوابت؟ من يحدد كيف يمكن أن يكون التعدي على الذات الإلهية؟ هل عبارة مثل أنت نور الله في الأرض تعتبر تعدي على الذات الإلهية؟ حدث معنا مثلا هذا الموقف جاءنا رقيب و منع كتاب و اتهمنا بالتعدي على الذات الإلهية لأنه لا يستطيع أن يفرغ بين الاستعار المكانية و التشبيه و العبارة المباركة لا يستطيع هذا رقيب القضاء ينصفكم أعتقد إذا اتجاهتوا القضاء ينصفكم ولكن السادة العزيز الاتجاه للقضاء كم سيأخذ من الوقت؟ كم سيأخذ من الجهد؟ كم سيأخذ من المال؟ هناك موضوعات ملحة تود أن تطرحها في ساعتها في حينها كلها ستضيع عليك في النهاية السادة عايش هي السؤال نفسه هناك من يقول أيضا من حق المجتمع و خصوصا المجتمع ممكن أن يكونوا متعلم أن الكتاب يكونوا واضحين أحيانا يأتي كاتب يعطيك غموض في مسألة تتعلق في عقيدة الناس هل توجهوا مثلا الناشرين إلى مراعاة هذا الأمر؟ نحن طبعا عندنا توجيهات لو لكن في النهاية أنت لا تقدر دائما تقدم توجيهاتك المؤلف وين راح الإبداع ويعني الإبتكار في العمل الأدبي إذا دائما مثلا أنا أعطيت توجيهاتي وبعدين مثل ما أذكر دكتور أحمد يا الرقيب أعطى توجيهاته في النهاية الكتاب يصبح نحن لا نتكلم عن توجيهات نحن نتكلم عن بالإطار العام أن هذه المناطق فيها حدر نحن نتكلم عنها من قليل وهي المعايير طبعا كل دار عندها معايير معينة تحترمها ومن حق المؤلف أنه يتعرف على معايير النشر في هذه الدار ولمعايير تحددون أنتم بشكل خاص فيكم أو تستندون إلى أشياء؟ لا طبعا معايير خاصة في كل دار وفقا لقانون النشر والمطبوعات في كل دولة نعم دكتور أحمد في الكويت نحن نرى اجتماعات ومحاضرات بين المؤلفين ودارة الرقابة حتى أن وزارة الإعلام الكويتية قامت فيها حتى تقل الفجوة بينهم فصار المؤلفين يجتمعون بأعضاء الرقابة يشرحونهم وليس يقصدون من الكلام بعدين طالع عندنا قانون بالكويت حاليا يطبق أن الكتاب لا رقابة عليه و المتضرر في المجتمع أو الأجارة تذهب إلى القضاء ما رأيك في هذا التطور هذا؟ طبعا هو تطور مهم قرى مجلس الأمة قبل حوالي سنة إذن لا رقابة الآن على الكتب لا نستطيع أن نقول لا رقابة على الكتب بهذا المعنى الدقيق إن جئت لصيغة الغانون السابق لم يكن هناك رقابة على الكتب كان الناشر يطبع الكتاب ويحق له ذلك بكل سهولة ويسر ولكن حتى يوزعه على المكتبات يجب عليه الحصول على ما يسمى بفسحة تداول الآن لا يوجد الآن تستطيع توزيعه على المكتبات بشكل مباشر دون الحصول على فسحة تداول فهذه نقطة إيجابية وتحسب للدولة و لمجلس الأمة تحديدا الذي أقارها و الحكومة التي نفذها ولكن أيضا هناك عقبات أخرى وهناك مساء أخرى وهناك القائمة السابقة من الممنوعات لا زالت سارية رغم القانون الحالي كيف تطبق عملية؟ أي كتاب سبق منعه من دخول الكويت لا يدخل الآن القانون يسري على ما هو بعد صدوره فقط وبالتالي لازلنا نعاني جزئيا ولازالت أمانة إدارة الرقابة تسعى لفرض وجودها وعدم سحب البصاط من تحت فنهامها سيدة عائشة نسمع فيما يعرف بالجوائز الأدبية أنها توزع وبعض الجوائز لا شك محترم و قيم لكن بعض الجوائز واضح أننا فيها جزء من الترويج نتكلم عن فكرة الجوائز الأدبية هل لها معايير؟ هل بعض الدور النشرة المتضررة منها لما تشوف الجوائز تذهب إلى مؤلفين بعينهم؟ أكيد هي متضررة متضررة لأن في النهاية نحن متفقين مثل ما ذكرت أن هناك جوائز بشكلها الخارجي هي هدفها لارتقاب الأدب العربي الخليجي لكن مثل ما ذكرت هناك معايير مثل ما نقول تحت الطاولة يعني مش ظاهرة للجميع فبالتالي مثلا المؤلفين الجدد إن كانت أعمالهم تستحق الحصول على جوائز نحن من زمان ما شفنا مؤلفين جدد يعني حصلوا على جوائز عربية أو عالمية رغم أن أعمالهم ترتقي بهذه المعايير وترتقي بهذه الجوائز يعني فبالتالي هذه الجوائز ما زالت بحاجة أيضا كلها بلاستثناء أو لا فيه؟ لا طبعا يعني جوائز معينة صراحة نعم وفي المقابل هناك جوائز هناك جوائز محترمة ومعاييرها واضحة وأيضا ذهبت لمن يستحق طيب دكتور أحمد يعني أنتوا على مرة أخرى على تماس مباشر بالقارئ الخليجي بشكل عام والقارئ حتى الشبابي يعني هل بالفعل الشباب الخليجي والشابات منجذبين للثقافة والفكر في ظل هذا الترف وهذه المقملية وهذه النعمة التي نحمد الله عليها لكنها قللت من التركيز مثلا على معايير معينة اشتهرت فيها مجتمعات أخرى أم أننا فهمنا هذا مغلوط وأن الشباب حاليا مختلف و لديه اهتمامات ثقافية ربما لا تكون ظاهرة لدينا نعم بلغة الأرقام بلغة الأرقام عدد القراءة الشباب اليوم أكبر بكثير مما كان عليه قبل عشر سنوات وهذه بشرة جميلة إن سمحت لي أبزفها لمن لا يعلم بها وأكبر دليل على ذلك وجود العديد من الدور الشبابية اليوم لم تكن موجودة قبل مثلا خمس سنوات عندما تقارن بين العدد بين اليوم وقبل خمس سنوات تجد أن العدد اليوم أكبر بكثير هذه الدور لم تكن لتنشأ و لم تكن لتسوق كتبها و تطبعها و خلافه لو لم يكن هناك جيل من الشباب يرغب بالقراءة وأكرر وأثني على كلمة زميلة الدكتور عائشة الشباب اليوم جعلوا الكتب الورقية مهرب لهم من التكنولوجيا من الهاتف هذا أمر يليت دعنا نتغل ساد عائشة الهرب من التكنولوجيا كيف نفسل هذا الموضوع؟ هل يفعل هناك الهرب على الكتب الورقية؟ لا نرى نحن موجودين على أرض الواقع نحن موجودين في السوق فنرى ما زال الجميع يطلب الكتب الورقية نحن نسمع في بعض البرامج الإعلامية عن موضوع المطالب بوجود الكتاب الإلكتروني لكن على أرض الواقع ما زال الكتاب الورقي مطلوب و ما زال الجميع خاصة اللي عنده رقبة في النشر يطلب النشر الورقي ما يطلب النشر الإلكتروني و نحن كشركات ناشئة أنا مثلا أتكلم عن دار روزة لها خمس سنين الحين إن شاء الله من الصعب نحن نتوجه للنشر الإلكتروني لأن بالتالي مع النسوق واحد ترى للنشر الإلكتروني أكيد طيب الفتاة الخليجية نعم يعني البعض يأخذ صورة مغلوطة لا شك عنها في مجال متابعة الكتب و الثقافة هل هرصتوا شي تطور معين خلال أمية فيلمية نصدقية و نصدقية نعم أولا من ناحية التأليف هناك عدد المؤلفات الخليجيات أنا أعتقد ويصحح لدكتور أحمد عدد المؤلفات زاد رقم اثنين المبادرات القرائية على مستوى دول الخليج أكثر اللي قائمين عليها هم فتيات هذا دكتور أحمد على النقطة أتفق تماما قراءا كتابا ناشرين أحيانا و حتى أندية قراءة تتفوق فيها الفتاة على الفتاة بالعكس هذا يعطي صورة إيجابية يعني عن الفتاة في الخليج الحلقة جميلة لكن الوقت يحكمنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع جزيل الشكر للضيوف الحضرين معنا الأستاذ عائشة الكواري المؤلفة والناشرة و الرئيس التنفيذي لدار روزة للنشر في قطر مشكورة أستاذ عائشة والدكتور أحمد الحيدر المؤلف ومؤسس وشريك في دار بلاتينيوم بوك للنشر والتوزيع في دولة الكويت مشكور يا دكتور مشاهدينا نلتقيكم إن شاء الله في حلقات مقبلة من برنامج غير العرب ومعن الله موسيقى اشتركوا في القناة